من اغرب الاخبار وانا بيت مبسوط بالخبر ده جد يعني في قمة ساعتتي لان قلت مرة واثنين وثلاثة والناس ما تتعلمش الزمالكوية تعديدا ودايما بقول لجمهور الزمالك والزمالكوية حط ناديك دايما فوق اي حد مهما كان اوعى تحط لعيب فوق النادي وزا النادي خد موقف مع لعيب اوعى تخش في الادارة وتخش وتدوس وتعمل لانه في الاخر النادي اللازي يبقى واللعيبة بتبقى نجوم لانه في الزمالك لانه نفس اللعيب لما بيمشي من الزمالك بينطفي في بقى اذا الاصل هو الزمالك وليه الاصل هو الزمالك عشان جمهوره في جمهوره لازم يحافظ على الاصل اللي هو الزمالك مش على اللعيب ايب عايز النادي يبقى فيه نجوم وفيه لعيبة كبيرة بس إذا حصل صدام بالنادي واللعيم لازم تاخد جنب النادي فورا بقول الكلام ده بمناسبة فرجاني ساسي وكنت بقول إن فرجاني ساسي ده بيلعب جمهور الزمالك كده والبصل بتاعه والست اللي فاكرين لما في التجديد لما الدكتور أشرف صبح قعد معاه وفي ست قالت إنها هتتبرع مش فاكر بالخاتم ولا بحلق ولا بحاجة كده فاكرين القصة العظيمة بتاعت زمان دي وفرجاني قال لك أنا اضطريت أمشي وكنت جنيف ساعد وكل ما الزمالك يدعب بعد كده ماتش يوم حاطت اللوجو بتاع الزمالك والتي شيرت بتاع الزمالك ويعمل كده على اللوجو والقلب اللي بيعملوه كده وكل الكلام العظيم ده والجمهور بينصق ويقعد يخبط في الإدارات واللي مشيته واللي ودته واللي جابته الكلام هو مشي عشان الفلوس يعني هو مش مشي عشان خطر حاجة هو بياخد مبلغ معين فعايز ضعفه مثلا فقال لك لا والزمالك ما عندهش قدرة يدفع ثلاثة مليون دولار فرح قطر وهو حر بس فرجاني ساسي اتبلع الزمالك وراح خد حكم انه هو ليه فلوس الزمالك كان خاصمة منه ضرائب وخاصم لانه كان مطروض في مباراة وطقف ستة ولا تماما ما تشاهده الكلام ده الزمالك استقنف وكسب الاستقنف امره جه هو بيقاضي الزمالك تاني في المحكمة الرياضية تاني فكسب القضية بسبعمائة الف دولار المجلس الحالي اللي شايل بقى الهم ده كله ولا انا بقوله الجمهور يعني لازم مهما كان بصوا حتى لو انت شايف ان المجلس في الصفاقات اللي جابها الاخيرة دي فيه لعيبة مش قد كده شفت فيه اكتر من كده بقى بس انت بقى عامل حسابك وانت بتتكلم انه ربما يكون الفلوس كان فيها مشكلة لانه كان عنده فك قيد باتنين وشوية مليون دولار كان عنده فلوس لعيبة متأخرة كان بيجدد لفتوح كان فيه فلوس متأخرة لسيزو من السنة اللي فاتت وبمقدم السنة دي كل اللعبة لهمقدم السنة دي انت بتتكلم في مئات الملايين فربما هو جاب على قد الفلوس فاضطر يجيب عشرة بسرعة تحسبا انه ممكن القفة توقف تاني عشان قضية زي دي الزمالك يستقنف في المحكمة الرياضية ضد فرجاني سيزي فرجاني ساسي اللي هو بقولك انا دايب دوب يوه يا ناس انا دوبت في دباديب اللي هو الزمالك وغتحكم على الزمالك بسبعمة الف دولار مجلس الزمالك والرجل اللي بحاول يكتهت في القصص دي عمر أدهم بحاول انه هو ينزل في الفلوس يجدول الفلوس طب خد كذا يا تبناء اللي ما فيش عاكة أبدا ياخد السعمة الف دولار يقفل القيد واللي مش عاكبه ويخبط رصف البعض لكن عالسوش يالي عامل كده والجمهور يزيط معه لذلك لازم جمهور الزمالك يبقى كاشف للناس دي ده اللي يطلع ترند سلبي بقيت الزمالك لقى فرجاني ده لازم يتعمل هاشتاج كده ولازم يبعارف ان الجمهور كاشفوا ولازم الجمهور يبقى حطت الزمالك فوق كل حد ولما الاهلي بيقولوا فوق الجميع الجمهور الاهلي او الناس في النادي الاهلي عشان ان المنشأة فوق اي حد فوق اي مصلحة فوق اي فرض مهما كان هو مين مهما كان هو مين تفضل المنشأة فوق اي فرض فلازم الزمالك كمان يعمل كده يبقى الزمالك فوق اي حد ولازم الجمهور يعمل كده لازم يتعمل لفرجاني ساسي هاشتاج يتقال في كده بقيت الزمالك لها فرجاني ويبقى عارف ان الجمهور فاهم ويبقى عارف ان الجمهور مش ساكت وكاشف فالشعباء اللي هو اخدها اللي راح خد بقى 3 مليون دولار في السنة في قطر بالشعباء اللي عملها وصناعها في الزمالك دي والبطلات اللي خدها مع الزمالك دي هي اللي خلته فرجاني ساسي واللي خلته بياخد الفلوس دي كلها فكان دي من الاخبار الحقيقة اللي محتاجة ان احنا ايه نتكلم عنه اشتركوا في القناة